هاي شنها البدعة اللي هالأيام طالعين لنبيها بعض البكريين سيدة النساء عائشة عليها السلام شا الخرط هذا ضحكون على أنفسكم رسول الله يقول سيدة النساء سيدة نساء أهل الجنة من الأولين والآخرين فاطمة الزارة أنت تجد تسويها عائشة عليها الساس يقول لك بدلالة حديث الثريد طي حظك وحظ حديث الثريد هذا مالكم تردون على رسول الله برواية مكذوبة من عمر بن العاص هذا الفاسق أنه راح سأل النبي من أحب النساء إليه قال عائشة فضل الثريد على الطعام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام شنو هذا الكلام هذا ليش تلقبون أضداد أهل البيت بألقابهم تسرقون ألقاب أهل البيت تعطونها للآخرين لقبوا الصديق من سمح لك تطلق على أبي بكر من سمح لك رسول الله يقول يا علي أنت الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وأمير المؤمنين عليه السلام لما يروي هذا الكلام عن رسول الله يقول لا يقولها بعدي إلا كذاب يعني أبو بكر كذاب عمر كذاب وكل من ادعى هذه الألقاب لهذين كذاب 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 ليش تنتحلون ألقاب أهل البيت للآخرين حتى لقب ولي أمر المسلمين هذا اللقب ولي أمر المسلمين الآن هو الحجة المنتظر صلوات الله عليه مو خامنئي ليش تعطون خامنئي لقب مو إلى ولي أمر المسلمين والله منو خامنئي آه إحنا مسلمين نحن مسلمون من وليكم وليكم خامنئي خالص إذن مو ولي أمر المسلمين خلصنا بعد آه نحن من المسلمين وليس هذا بمولا لنا إخسي مو مولا لنا عجيب غصبا عننا يعني ولي أمر المسلمين لا والله ولي أمر المسلمين الحجة بن الحسن المهدي صلوات الله عليه وروحي فدا